أعطيكم ألف عافية وصفتنا لليوم لقمة الباشا التركية طبعا تعتبر من ألذ وقطب الحلويات التركية بالإضافة إلى أنه مكونات متوفرة بكل بيت بس ما عليكم غيره تجيبوا الكريمة تابع الفيديو للأخير لأنه إن شاء الله رح أقدم لكم إياه بطريقة كثير سهلة وبسيطة وتزبط معاكم إن شاء الله من أول مرة تعالوا شوف شو المقادير في البداية هون رح أورجيكم الكاس الآن استخدمته ورح نحتاج كمان لتر من الحليب السائل طبعا لتر الحليب السائل يساوي عنا خمس كاسات حليب سائل رح أحكي شغلة مهمة هون رح نحتاج كاسة طحين والأفضل إنكوا تحطوا لطحين من نشا حتى نأخذ الملمس الكريمي للخليط رح نحطها لكاسة طحين مع كاسة سكر ونحرك المكونات كلها يعتها على البارد بعدين بنحط الطنجرة على الغاز يعني المقادير بتصير عنا خمس كاسات حليب مع كاسة طحين وكاسة سكر رح أحكي هلا عن المطيبات اللي استخدمتها تقريبا هون استخدمت ربع معلقة صغيرة من المستكى اختياري بس بتعطي نكهة ومضاق أكثر من رائع بالوصفة إذا مش متوفر عنكم ممكن ما تحطوها رح أحط كمان معلقة صغيرة من الفانيلا شغلة كثير مهمة لازم تستمروا في التحريك حتى تدوب كل التكتلات الموجودة معاكم يصير الخليط عنا ناعم لما يبلش عنا الخليط يثقل مثل هيك رح نحط تقريبا خمسين جرام من الزبدة طبعا الزبدة بتعطي ملمس وطعم مميز بالوصفة ولما تبلش عنا الفقعات هيك تطلع منعرف ان الخليط عنا صار جاهز منطف الغاز وهل هون رح نصبو هون رح نحتاج تقريبا كاس من الجوز الهند منفرشه بالصينية بعدين منحط الخليط طبعا الخليط لازم يكون عنا ساخن يعني بتطفو عن الغاز وعلى طول بتحطوه فوق الجوز الهند وبتبلش وتفردو فيه طبعا تفردو حتى توصل لكل الاطراف رح هيكي شغلي كمان هون تركتو يبرد برا الثلاجة تقريبا نص ساعة حتى حضرت الكريمة بعدين حطيت الكريمة فوقيه الكريمة هون رح نحتاج كاس من الكريمة السائلة تقريبا 240 مل في حال مش متوفر عندك الكريمة السائلة نحط كريمة بودرة تقريبا نص كاسة حليب سائل نحط عليها ضرفين من الكريمة البودرة عندما يبدأ الخليط يثقل مثل هيك يكون عندنا خلص جنزة الكريمة ورح نصبها فوق الخليط الصبينابي السنية الشغلة الكثير مهمة هون يجب أن تركتو يبرد برا الثلاجة حتى لا ينشف الوجه حتى تمسك الكريمة أحسن يعني تركتو يبرد برا الثلاجة تقريبا نص ساعة وتضع الكريمة وتضع الكريمة وتبردو ثلاثين مع بعض بالثلاجة تقريبا اخذت ماء بالثلاجة ساعتين كانت جاهزة او ممكن تخلوها ثلاث وبتبلش تقطع فيها هل هيك عندي بعد ما رح أرجيكم ايها بعد ما طلعت من الثلاجة هيك عندي صارت جاهزة هل هون رح أبلش بالتقطيع نقسمها بالنص على طول الصينية ونبلش نقسم شرائح زي هيك حاولوا انه الشراحة تكون معاكم شوية عريضة حتى تساعدكم باللف رح أرجيكم هون طريقة اللف طريقة اللف طريقة اللف كثير بسيطة اذا انتم تطبخين الخليط كثير منيح ابدا ما بتغليكم باللف لانه هو المقدار واحد طبع وصفة لقمة الباشا فبس تفرق بانه تنتبهوا شوي لطريقة الطبخ شايفين هيك عنا صارت جاهزة انا عملت هون خطوة اضافية حبيت القسم الثاني انه كما في الفسطق الحلبي يعني جو الحشوة تكون فيها فسطق حلبي اختياري طبعا طحنته وحطته على الوجه هلا هون رح أبدأ اقطع فيه وألفه رح أورجيكم هلا هون طريقة ثانية للتقديم بتساعدكم في حال ما عرفتوا انه تلفوها مثل هيك باك عنا صارت جاهزة كمان هلا هون رح أورجيكم طريقة ثانية شريحة نفسها اللي قطعتوها منكسمها في النص ومنحط القطعتين على بعض بعدها منزغرها بالحجم اللي احنا بدنا اياه انا بفضل شخصيا هاي الطريقة بالتقديم بتتحكمي بالحجم احسن وبالعدد كمان رح أورجيكم هلا رح أقسم الرلع منها وورجيكم ايها بالنص كي بتكون طبعا اكثر من رائع يعني صراحة ضيافة جدا مميزة وطعم جدا رائع بتمنى انه الوصفة عجبتكم وبتمنى انه الفيديو عجبكم واذا عجبكم الفيديو ماتشو اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي ويعطيكم الف عافية